بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة فحياكم الله تعالى وبياكم في موقع شروق الإسلام أيها الأحبة ذكر القرآن الكريم ثلاثة أنواع من الناس في التعامل مع الأوامر الربانية التي أمرنا بها رب البرية سبحانه وتعالى وأمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أما النوع الأول فقالوا سمعنا وعصينا وزاد الطين بلة أنهم لم ينصرفوا فقط عن هذه الأوامر بل استهزأوا بها وبدلوها قال الله عز وجل لليهود ادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا الباب ساجدين وقولوا حطة يعني قولوا اللهم احطط عنا خطايانا فبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة حبة في شعرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله العلي الكبير أن لا يجعلنا وإياكم من هؤلاء أما الصنف الثاني فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بل كانوا يبتدرون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذونها دون أدنى تردد ودون أدنى شك في أنها حق يراد به النفع للناس جميعا من ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فخلع نعله فخلعوا نعالهم فلما قضيت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعكم على خلع نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا قال إن جبريل جاءني وأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى امتثلوا الأوامر دون أن يتشاوروا دون أن يترددوا دون أن يقولوا هذا أمر خاص بالنبي أو يقولوا كذا أو كذا والأمثلة في ذلك كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر تخيل أخي الحبيب ليالي طويلة في مجاعة لا يجدون طعاما أصابتنا مجاعة ليالي خيبر حتى وقعنا في الحمر الأهلية فنحرناها وغلت بها القدور كانت الحمر الأهلية أنذاك مأكولة لا يستقذرها أحد إلى أن جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور القدور تغلي والناس جياع لهم ليالي وأيام لم يأكلوا والروائح روائح الطعام تكاد تداعب الأنوف بل تداعب هذه المعدة الفارغة التي لم تأكل منذ أيام ومع ذلك قاموا على هذه القدور فأكفؤوها وسكبوا ذلك كله وهذا أيضا يذكرنا بموقف الخمر حينما كان أنس رضي الله عنه وأرضاه ساقي القوم في بيت أبي طلحة فنزل الأمر بتحريم الخمر فجرت الخمر في سكك المدينة اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ينفذون أوامر الله سبحانه وتعالى دون تردد ولا تلعثم أما الصنف الثالث أيها الأحبة فصنف فيه نوع من الخبث أسأل الله العلي الكبير أن لا يجعلنا وإياكم منه صنف يحبون أن ينفذوا من أوامر الله سبحانه وتعالى ما وافق هواهم أما ما تعارض مع هواهم فيقفون عنده ويقولون إن الله عز وجل غفور رحيم إن الله عز وجل لم يأتي بهذه الشرائع ليضيق على الناس إن هذه الشرائع قد لا تتماشى مع العقل ما الذي سيحدث لنا وما النفع الذي سيأتي لنا من هذه الشرائع هؤلاء أيها الأحبة ذمهم القرآن وعنفهم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته